أكد حسن الشحات جناح النادي الأهلي على قدرة الفريق في تحقيق الفوز على الرجاء المغربي في الضار البيضاء ببطولة دورة أبطال إفريقيا وحقق الأهلي فوزاً مثيراً على الرجاء المغربي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي يقيم في زهب دور ربع النهائي من دورة أبطال إفريقيا وقال الشحات في تصرحات شبكة بين سبورتس الحمد لله على النتيجة في الأول والآخر ونمتلك القدرة على التسجيل خارج ملعبنا وأضاف بالتأكيد نقدر نسجل برما لعبنا مثل ما فعلنا في السنوات الماضية وفي النهاية طبيعي أن يدخل في مرمونا أهداف وأكمل تحدثنا فيما بيننا عن إهدار الفرص ولكن لم يحالفنا الحظ في تسجيل المزيد من الأهداف ولكن نستطيع التسجيل والفوز في المغرب ونوعد الجمهير بتحقيق اللغة الثالثة على التوالي من المقرر أن يحل الأهلي ضيفاً على الرجاء في الضار البيضاء يوم يقوم على المقبل في إيابة دورة ربع النهاية دورة أبطال إفريقيا كبر يدويش يا سلامة على التكتيك والأفكار العالمية